لهذه الإشكالية دي الإسكوبار والتخليق دي الحياة السياسية في البلاد ونكونوا موضوعيين اليوم حزب معين مستهدف من طرف الجميع تصفية حسابات سياسية وانا غادي ندوي على الطام أما يمكنش نختاز له مشروع سياسي كبير قوة سياسية تانية في البلاد وساهم بشكل كبير في المجموعة للتوازنات السياسية في الفطرة معينة نختاز له في شوش ديال الأشخاص ولا ثلاثة ما يمكنش وبالتالي من باب الإنصف هاد شيخ سويت قال لا لأن الحزب مستهدف بواحد الشكل أنا كمغربي وكفاعل سياسي وكبالي هاد شي ماشي معقول وكل أحزاب اللي أنا أشفناه بعض القيادات استهدفت هاد التعبير السياسي بشكل مباشر وكيف ماشي معقول ربما يجوز مديل لديك شخصيين لمتابعة ماشي قدي ربما تكون مضترش حال أمال العموز ورئيس حكومة ولكن شوف الهناء هذا كجرنا هاد شي يسائلنا جميعا كأحزاب خاص الفيلتر أما يمكنش تعطي المسؤولية السياسية لأي يمكن مني تكون عندك شكوك اليوم لأخصنا نقولوها بصراحة مني قدنا نجوه في الواقع راه اليوم الأحزاب ورام كتقلبش هاده مزيان وانه مزيان كتقلبش كلها غديجي بمقاعد هذا هو المشكل هو هذا هذا هو الواقع لا يهموها كانوه هاده الشخص كل أحزاب ماوتكواليهم حزب في المغرب اللي خارج من هاد هذا هادواCause ها Oui ها آا ها 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 唱 ها نكمل ها هو را كنش كي نصور السيبراهيمي احنا 13 الواحد حسبهم السيبراهيمي نكمل بغي تجيب اللي قديم جيب خلينا من اللي قديم ده بارك عارب ها هما 13 الواحد حسبهم